موسيقى فنانة تشكيلية وأرسم بخامات متنوعة منها الزحفران ومواد أخرى مشاركة طبعاً بمهرجان أمرأ القيس بمجموع من اللوحات كلها رسمناها تناسب الحكمة الزمنية اللي عاش فيها أمرأ القيس بالنسبة للوحة هذه حبيت أني أعبر عن حياة أمرأ القيس بطريقة تعبيرية بألوان تناسب الوضع اللي كان عاش فيه بالنسبة للألوان الرملية اللي هنا حبيت أني أوصل أنه كيف حياته بدأت من طفولته كيف تربيته كيف كانت كيف كانت الألوان كيف كانت الحقبة الزمنية اللي عاش فيها كانت قصيرة جداً بس كانت مليئة بالإنجازات العظيمة موسيقى انا بدت حوران والآلبي لها بك صاحبي بك صاحبي أنا هنا في المرأ القيس في المرأ القيس وهي جميعاً عربي ما أعبت أكثر من أجل 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 so it's really amazing. And I also did some hila. I'm a student majoring in Arabic at Hancock University of Foreign Studies and now I am in a program in the King Salman Institute for Arabic. I am staying here in Saudi for two months I've been visiting Riyadh for about four days. I'm very happy to know about the different sides of Saudi Arabia, including the cultural aspects, and it was really interesting for me to watch all these programs and activities at this festival, especially I was really impressed by the play I saw about Immr al-Qais. لم أعرف الكثير عن القيس في الوقت الجاهلية ولكن من هذا الفتفال أستطيع أن أعرف ذلك